وطبعا المسيح يعني المسيح أخذ مكانك مكاني الموت البديلة الموت الكفارة يعني أنت عارف أن المسيح على الصليب احتمل غضب الآب الله الآب يعني لأن الله الآب لا يستطيع أن ينظر لكن المسيح حمل كل خطايا البشرية ماضي حاضر مستقبل في جسده احتمل نيران نيران الغضب الإلهي لدرجة صرخ إلهي إلهي لماذا تركتني عم بيأخذ خطايا كل البشرية في جسده احتمل النيران نيران الغضب عشانك وعشاني حتى نخلص لكن إذا أنت استهنت بابن الله وبدم العهد مثل ما قرأنا في الآية واستهترت بالرب يسوع وعم بتمارس الخطيئة بأشكالها وبأنواعها احذر غضب الرب لأنه سوف تواجه الرب لكن مشكل رب الأخبار الحلوة المسيح أخذ العار عنها وحمل الغضب لكن إذا رفضت المسيح أنت رفضت المحبة رفضت الخلاص وانت قبلت الدينونة وقبلت الدمار والظلمة والهلاك وجهنم النار